اشتركوا في القناة احنا كنسمعوا بزاف اوميغا 3 اوميغا 6 اوميغا 9 الدهون المشبعة الدهون غير المشبعة الواحد يوقع في واحد الخلط كبير ما تلقاش عارس بك يكثر عليه الدهون وكيدوخ دونك هنا غا نحاول نقسمهم كان الدهون النباتية فيها انواع ثلاثة انواع فيها اوميغا 6 اوميغا 3 اوميغا 6 اوميغا 6 اوميغا 9 اوميغا 3 اوميغا 6 اوميغا 10 يكون غالبا بشكل عام لكي نفرقوا بين دهون مزيانة او اقل من فاعل الصحة انا ما نقولش ما مزياناش انها الدهون غالبا جوجه سائلة الدهون لي سائلة مزيانا انها الصحة الدهون اللي هي صلبة ممزيانا للصحة تكون غالبا حيوانيا او لمشي ممزيانا للصحة ولكين خاص لنا كنها بواحد الشكل المعتادل طبيعة الحال، كان الدهون النباتية زيت زيتون تحمي القلب والشرايين تحمي الجسم الأكسادة فيها موضة الأكسادة كبيرة تكون في زيت زيتون هي المعروفة أكثر شهراتاً وهي اللي كانت نولها أكثر في المغرب وكان حتى أوميغا تخوة في الدهون اللي هي طبيعة الحال حيوانية ولكن كان في الأسماك في الأسماك اللي كان عرفوا السماك الزرخاء السردين، الصومان، لاتخويت، طون إلى ما غير هذا من الأسماك دونك هاي الأسماك المية الدماء فيها دهون مزيانة اللي ستحمينا جهاز القلب والشرايين ديالنا من بزاف الحويج، ستقدر تحمينا من الجلطات الدماغية ستقدر تحمينا من بزاف الحويج دونك هنا ينصح تناولها بواحد شكل معتدل في الأسبوع دياله ثم سنزل الأوميغا 6 وللأسف هاي الأوميغا 6 وخا هي دهون نباتية ولكن ولينا كان ناكلها بواحد شكل كبير وكبير بزاف في التقضية العصرية ديالنا إلا كان أنه خاصة يكونوا واحد معدل بين أوميغا 3 و أوميغا 6 خاصة يكونوا ربعات المرات أوميغا 6 ومرة واحدة أوميغا 3 المعدل دياله بحلع نقوله ربعات الأخماس وخموس واحد للأسف الشديد ولو الأوميغا 6 كان قدرون ناكلوهم تل عشرات المرات كتار أو تلاتين مرات كتار من الأوميغا 3 هذا يخلي واحد الخالي الكبير لك شيريش كان نقوله هاي الأوميغا 6 ما خاصناش مقاون كترو فيهم بزاف قدرنا نقلوهم قدرنا نقلوهم قدرنا مزيان فين كانين كان في زيت نوار الشمس زيت زيوت اللي معروفة صيناعية دونك هنا غالب اللي كان قولاتي كانت تفكروا أنهم كان يفلي شيبس كان يفلي في خيط كان يفع أي حاجة مقلية كان يفع بزاف الحواج كان ناكلوهم في التغذية ديالنا بزاف وكيكونهم يضافوا الأغذية بوحد الشكل كبير بالأخص الأغذية اللي كان نخطيها إما في الزنقة إما إلاك تكون محضرة يتبعوه في المحلات وكتسخنهم ولا شي حاجة في ميكراوند ولا في الفران دونك هنا الأوميغا 6 هما حداتهم ما خيبين مشي خيبين للصحة ولكن وليناك أن ناكلوهم كترة من القياس ديال ثم غندوزوا الأوميغا 9 اللي موجودين في الأفوكا في القرقا في اللوز في بزاف الحواج من هات القابل اللي هما غالبا كيكونوا تاوهم مزينين لجهاز القلب والشرعين ديالنا اللي غايحميوه تاوه من مزاف الأمراض اللي ممزين stacks نوك هذا بالنسبة لدهون النباتية ثم كانت دوزو الدهون الحيوانية واللي كانتقولوه غالبا هي العذو اللذوه ديالنا ولكن لا الدهون الحيوانية غالبا كتكون دهون مشبعة يعني هدو اللي visualization مشبعة هدو الدهون المشبعة اللي كتكون صلبة كتكون في الشحما كتكون في السهند كما تكون في الكرام فخاش كما تكون في الحم وخامة كما تكون فيه رفيه دهون هي غالباً دهون حيوانية لذلك اعتقدرت ادبي بنا مثلاً كان واحد مرات نسميه هلاتيغوس كليغوس وانا بكثرة ما كنا ناكلوا الدهون بزاف الجسم بحلال العروقة ديال القلب ديالنا كيتكوشها ولكن هذا في نطاق تغضية غير متوازنة في نطاق النظام عايش مام زيانش في نطاق بزاف الحويش لذلك هنا مل احسن ان هاد الدهون الحيوانية مغسنيش ناكلهم بزاف باش نتكول فكرة واضحة من الاحسن في نظامنا الغذائين غالبوا الدهون نباتية طبيعة الحال على الدهون الحيوانية وهنا يكا نقولوا ان في تغضية ديالنا الدهون الحيوانية ما خلصت تشكل إلا واحد عشرين إلى كثرة ثلاثين في المئة ديالها نسبة الدهون كاملة وخا مع العلم ان نسبة الدهون كاملة في تغضية ديالنا كناخده بروتينات من 12 إلى 15 سكرية من 50 بعد المرات 55 إلى 60% والدهون خاصة تكون 30% وفي هذه 30% تولوت ديالها او على الاقل الربوع ديالها او بعد المرات يقدروا ان يكونوا دهون حيوانية لذلك النسبة لا كبيرة بزاف إلا كانت تغضية ديالنا كاملة 30% دياله وغير الربوع او تولوت دياله لذلك هنا خاصة تلاحظوا انها ليست كميات كبيرة ثم كان الدهون اللي كنسمون ترانس ما هي الدهون ترانس؟ هي واحد الدهون اللي كتكون مهضراجة مثلاً اللي كتعطينا الماغارين اللي كتعطينا بعض الزبدات اللي هي صيناعية كيكون واحد زيت كنزيده على واحد ضرات هيدروجين كتولي صالبة هنا ما مزيانيش باتاعتن وإطلاقاً ما الأحسن نبعده منه ما يمكن الجسم ديالنا ما كيتعرفش عليهم هو غير قادر انه يمتصوم ويعرفو مش نموه وبنسبة لي واحد شيء هاجين ما كيعرفوش دونك هنا نحاول نبعده منهم هناكينا الماغارين اللي للأسف الشديد الناس كيستعملوها بزاف وبالأخص بالأخص بالأخص والدي الناس اللي كيدروا الحلوة كيدروا الحلوة بزاف علاش حيش كتخلي ان الحلوة تبقى مقرمشا دونك هنا لأسف شديد نحاول نبعده من الماغارين نخدموه بيت ندير الحلوة ولا شي حاجة ندير الزبدة ليس مشكلة زبدة عادية تمان ديالها طالع بالنسبة للماغارين ولكن رهي غتقود لي بأقل أضرار كزويت المهضر مدينة سمعتيني كنسمعوه بزاف دي الناس عندهم تخوف من استهلاك هاد الدهون هادو هاد الدهون خطير على الجسم ديالنا او لا ماشي لها الدراجة كريمة بالفعل مروان هاد القادية كتوقع بزاف ان الناس كيوليو كيتخوفوا بالدهون واحد الشكل كبير بزاف لدرجة انه ممكن انك يحيدها من التغذية دياله بواحد الشكل مطلق وكيقولك اللار غتغنغلاض غتقدر تصاب ليه مشاكل في القلب مشاكل في كوليستيرول الى ما غير هذا لا للأسف شديد هاد الدهون ما خاصناش نحيدها من التغذية ديالنا ولكن الواحد خاصوه يخاف من شي حاجة يخاف من السكريات يخاف من السقاطة ولا يخاف من الحلويات قبال ما يخاف من الدهون ومع العلم ان الدهون رهها مزيانة للصحة دياله كيقولها بالشكل اللي خاصوه ياخدها بالكيميات اللي خاصوه ياخدهم وبالنوعيات اللي خاصوه ياخدهم باش نشرح ومسطو الناس المعريفة اكتر هو ان الدهون لاش كتصلاح في الجسم ديالنا كاللاحظو اول حاجة واحد الانسان اللي كان عنده زيادة في الوزن غلال شي شوية مني كيطيح او لا مني كيطيح ولا شي حاجة ما كتقصحش بحال واحد الانسان اللي هو ناحيف او لا رقيق الدهون كتحميه من دقات كتحميه الاعضاء دياله هاي الاعضاء ديالنا ربع المرات مني تحتيه ولا تزعزاتي اراتيه كتتحرك هنال الدهون كتحمينا من شوك اللي هما ميكانيكين ثم الدهون كتسخنى وشانا نشوفوا نفس الشخص اللي عنده زيادة في الوزن كيجيه البرد قل من واحد الانسان اللي هو ناحيف ثم الدهون كتطينا طاقة كبيرة اللي كانعرفو ان البروتينات والسكريات كتطينا ربعا ربعا ديال السعرات الحرارية في كل جرام الدهون كتطينا تسعود هنالي احسن مخزون ديال الطاقة حيث الجسم ديالك يقدر يخزنها هنالك يقدر يبقى ياخذها الطاقة ديالك وهالانسان اللي ينقص الماكلة كيبلك الدهون دياله ثم الدهون كذلك كتعاوننا باش ندخروا الفيتامينات اللي مدابة في الدهون جزتما فيتامين A, D, E و K كتعاون على هذه القادية الدهون كتعاوننا انه هي واحد المكوين ديال الغشاء ديال الخلايا ديالنا غالبا كيكون الكوليستيرول هو المكوين الكوليستيرول كذلك يكون هو واحد الحاجة اللي كان خافوا مننا بشكل رهيب ورهيب بزاف هو كيعاوننا باش نصوي بزاف ديال الهورمونات دونك هناليا هاد الدهون ممكنش تكون خيبة لصحة ديالنا ولكن الواحد خاصه يعرف كيفاش يتناولها الكميات اللي كيفما قلنا قبيلا ان الدهون ما خاصاش تشكل كتار من 30 حتى 35% ديال التغذية ديالنا ديال الصعرات الحرارية اللي عندنا مثلا واحد الانسان كي يكون الفين صعرات حرارية الدهون ما خاصاش تفوت له 700 صعرات حرارية فتاك النهار دياله ما عادة الناس اللي كتبعوا واحد النظام غذائي قيطاني او لغيجيم سيتوجان او لكي تضايت لي اما لأسباب صحية اما لأسباب اخرى هم اللي كتكون نسبة الدهون ديالهم كتبعوا تصل ثلاثمان في المياه هادا ماندوش مخشفت 35% مخشفت 35% ثم طبيعة الحال غا نحاول نفضل انني ناخد الدهون النباتية كيفما قلنا قبلها اللي خاصة تكون تشكل واحد شكل كبير التغذية ديالي تقدر تكون دهون نباتية كتشكل مئة في المئة من الدهون اللي كنا ناخد ولكن هذا بالنسبة لواحد انسان اللي كي يأكل اللي كي يأكل جاج اللي كي يأكل بايض اللي كي يأكل حوت صعيب تكون حيت هذه الاغذية كاملة فها دهون حيوانية مقدمة قدرة تنقلل من الدهون الحيوانية هذا مزيان مع العلم انه حتى لا كانت في التغذية ديالي ما كي يشكلش عليها خطر ولكن خاصة تكون بواحد الشكل مواجهد طبيعة الحال هاد التوازن هو اللي كنقلب عليه دائما في التغذية هاد شيء لاشا نريدون نعرفوا اشنا هي الاغذية اللي ممكن تناولوها وتكون فيها دهون مفيدة لصحة ديالنا اهنا بطبيعة الحال احنا في المغرب الحمد لله كنا ناخدوا واحد دهنيات اللي هي مزيانة بزاف مع الشكل كبير وكبير بزاف مع مغيشة هنا نفصل غير نوعية الدهون حتى الكميات ديالها هي مهمة بزاف رازية الزيتون الافت القياس ديالها رغا تكون مضرر صحادينا غا تسبب نفسه غا تسبب نفسه من غا تسبب نفسه غا تسبب نفسه في الوزن غا تسبب نفسه دوك هنا فرصة الاس محتمدية تعطينا شنو المواد الغذائية شحال ناخدوا منا وامتا ناخدوا منا هنا غا نحاول ندو على واحد الانسان مغريبي متوسط لوزن دياله مثلا واحد سبعين كيلوغرام في واحد متر وخمسة وسبعين اولا شيء من هات القابل مغريبي في متر وتسعين تبارت الله عنده الأعضاء كيدير سبار كيدير رياضة بطبيع الحال خمسات المرات في اليوم ها نحاول نمشي التغذية عامة واحد انسان يكون بين الفين تل الفين وخمسة حرارية هي المعدل بالنسبة للرجال وبنسبة للنساء كذلك سوف نفق الصباح سوف نأخذ طريفة الخبز اما نأخذ زيت العود اما نأخذ البيض لا يجب أن نأخذ زيت العود ولكن هذه البيض تورى فيه دهون وهي دهون حيواني لذلك سوف ندخلها بعين الاعتبار في التغذية لذلك زيت الزيتون هي واحد سخص دي الأوميغا 3 مزيانة بزاف دي ما كنقول واحد القادية أنا شخصياً كنقوله أن زيت الزيتون مزيانة الطهي ولكن زيت الزيتون مزيانة الطهي من اينا ناحية أنها ما كتأكسدش أنها لا طهيتها ما كتوليش سامة ولكن إلى طيبتها هذه نسبة لأوميغا 3 التي فيها كتقل كنت تنقص حيث مع الحرارة الفعالية ديالها كنت تنقص هنا دروري تكون عندي زيت الزيتون نريد أن ناخدها طيبة ونخدها حتى خضرها ولكن نريد أن نطيب زيت الزيتون نأخذ زيت الزيتون لجودة ديالها لا بأسها بها مزيانة نطيب بها ونأخذ ذلك زيت الزيتون التي لديها جودة ديالها عالية مثلاً اكستخافيار جيلاً كانت بيومة نخبيها لانا نأكلها خضر هادي أول حاجة هذا بالنسبة لزيت الزيتون اللي غنى كلها في الفطور، غنى كلها في الغضاء، غنى كلها في العشاء لا بأس مشكلة بعد المرات قادرنا ندير خلطات ديال الزيوت باش تنوع ليا كندير زيت الزيتون، كندير زيت الزنجلن، كنزيت الزيت القرقع بزاف الناس دبا ولو كيتتعاملوا بزاف مع واحد الزيت اللي هي الزيت نوات كوكو نعم اللي فيها الدهون المشبعة بشكل كبير ولكن ما مزيانة ما ما خيباش عفوا للصاحة ولا دبا الأبحاث اللي جات الجديدة ولا تكتقول لك أن الدهون المشبعة ماشي هي كاريتية كيفما كنا كنا كنصحابوها بحال شحال هاتي ضنك لا بأس بالنسبة للناس اللي كي بغيوا طيبوا بالزيت نوات كوكو هي عندها واحد لمادق خاص ولكن كتصبر لدرجة الحرارة قوصوا ضنك ماشي مشكين طيبا مثلا انستاك او لاشي حاجة ولا بيت يجيني دك الطعم دياله ثم بنسبة لباش نجيب الزوميغا سيز كنا غنحاولوا ننقصوا منهم ما أمكن نوك غنبعد من زيت نوار الشمس من خلاش للطار من الأحسن نعوضها بزيت زيتون كيفما كنا نبعد من الأغذية الموصنعة نبعد من اللي شيبس نبعد من اللي فخيت نبعد أي حاجة مقلية بويت ندير الحوت بطبيعة الحال ما غنقليش هذا شيء بديهي و بديهي نديره في الفرران نديره في الفرران هنا غنحاول نبروفيتي أن الفرران نديره في الفرران مثلا الكوكوت أو المقلة هنا نقدر ندير زيت زيت والتي ستصبر للطهي ثم الزوميغا تخوى في القرقع في اللوز في الفوكا نقدر نديره مفاش إما في صالد إما نأخذهم كولاسون في القرقع قبل أن يأتي الغضاء لحسنا بروس ناجعنا شوية نقدر نخده فينا هنا على حساب هذا الإنسان أنا عندي مشكلة في الوزن حيث لا ننساوش نديره للدهون صعرات حرارية كبيرة إذا قدرت أن نأخذ دهون قبل الغضاء إذا أخذتهم قبل الغضاء أولاً إذا أخذت 200 أو 250 أو 300 صعرات حرارية بلا مرد البال ثم تقدر تشبعني وتخليني تسقمني ما نتغداش أنا نفضل أن اللوز والقرقع أن نأخذوه في العشية في كي يكون مثلاً تغدى مع 12 أو 11 بعد نستل الجوج وما كانت عشاتل سبعة أو ثمانية دليل لذلك كانوا مدة زمنية طويلة لذلك كنقسمها بواحد دهون اللي كتخليني أنني ما كيجينيش الجوع بزاف وكتخليني أنني كنصبر للجوع ديالي لذلك هنه هي الأهمية دياله وجودة دياله ثم كي بقوا لي الدهون الحيوانية ما قدرت ما أمكن نقص منها ستكون أحسن بالأخص لكنا عندي مشكلة الكوليستيرول لكنا عندي مشكلة الارتفاع الضغط لكنا عندي مشكلة الزيادة في الوزن لكنا عندي مشكلة السمنة لكن عندي تزافة مشكلة صحية اللي غنبعد منها ما أمكن مطابعة الحال هي يرى ديال ما متواجد تغذية ديالي كأننا كو الحام كأننا كو البيض كأننا كو الحوت كأننا كو الدجاج دونك دي مكينة بلا ما نشوفها بلا ما نزيدها دونك الواحد بغاية طيب مثلا بزافة واحد البلا كندره كاملين وبزافة نسكلاو كتدير امانسي ديال الدجاج مع الشامبينيون كتدير معها لك خيم فخش أنا أفضل عوض ما تدير معها لك خيم فخش تمشي تدير معها مثلا جوبنات طارية أي فخوماش بلون اللي احتوى في شوية الدهون المشبعة ولكن قل من لك خيم فخش جوبنات طارية فيها 8% لك خيم فخش فيها 40% دونك هنا الفرق كبير بزاف مع العلم أنها مزيانة لي جوبنات طارية فيها شوية البروتينات لك خيم فخش فيها غير الدهون قليل من البروتينات وننسم هذه الساعة أنا نعرف شو ندير معها شوية دلموتة لكي نحاول ديما نقلل من هذه الدهون الحيوانية التي لدي في تغذية دياله ما هذه سؤال نختم بيه بأجال الأطفال ديالنا محتاجين الدهون في تغذية ديالهم؟ هنا كنوصلوا للأطفال مثل هذه السؤال الزين بالأطفال ديالنا كنخافوا نعطيهم الدهون كنقول لك لا رأى ما خاصوا شي يأخذ بالعكس طفل ديالنا ركي يأخذ إلا كنت أنا كنحتاج 30% هو بعد المرة كي وصلت إلى 40% ديال الدهون في النهار دياله مع العلم أن الأطفال إلى قياساً بالطول والوزن ديالهم بالنسبة نحنا كمناس راشيدين ركي يأخذوا الدهون كتار منا دونك هنا الواحد من خافش من خافش ولكن نعطيه دهون دات جودة عالية زيت زيتون ما تكونش طايبة نقدر نعطيه صفرد البيض مرة مرة غير ما نكترش منه مرة مرة شوية زبدة ماشي موشكي حيث وباقي كي يختيج دهون بزاف بشي كون جهاز العصابي دياله كمنا نخافش دون ما أنني بطبيعة الحال نكتر ما خاصنيش بتاتن وقيت لقى نحيليه الدهون من تغذية دياله وهذا يقدر يكون خاطر عليه كتار من زيادة على سحدي